لا تمر مناسبة سعيدة على امتداد ربوع الجمهورية اليمنية إلا ويكون لزهرة الياسمين التي تعرف باليمن بالفل حضورا ذو رائحة فواحة زهرة الفل إحدى الروائح العاطرة التي ارتبطت بثقافة عدن بشكل خاص ومختلف المدن اليمنية بشكل عام التفاصيل في تقرير مراسلتنا من عدن إحدى الروائح العاطرة التي ارتبطت بثقافة مدينة عدن زهرة الياسمين ما تعرف محليا بالفل تلك الزهرة أصبحت امتداد لثقافة عميقة ارتبطت بحياة الساكنين في عدن ولحج ومدن يمنية أخرى وفق الروايات التاريخية أخضر أمير لحج أحمد القومندان غرسة الفل من الهند عام 1882 وقام بغرسها في بساتين الحسينية الشهيرة في محافظة لحج ومع مرور السنوات تم زراعة الفل في مدن يمنية أخرى يسافر بائعو الفل من مدينة لحج حاملين محصول الفل صوب عدن لبيعه في أسواقها المحلية حيث يتم جمع حبات الفل ورصها لتصبح قلائد يتزين بها أعناق العرسان والمحتفلين في مختلف المناسبات السعيدة وكما يتم تزينها كقبعات تسمى الشردخة تتزين بها النساء في الأعراس الفل الذي قامه هو القماندان من داخل الهند لداخل الاحجي وبعد انتشر الفل الاحجي هناك حرق للفل كامل والحرق كل واحد يشتريه على حسب الفل هذا توزع للعرسان للمناسبات للهدايا منظمة هدايات بالمناسبات والأفراح حق تخرج يعني حاقة كثير له إن زراعة الفل ليست بالأمر السهل يرتفع معدل إنتاج الفل في فصل الصيف المعروف أيضا بموسم الأفراح والمناسبات مما يجعل أسعار الفل في متناول الجميع ويصبح الإقبال على شيرائه كبير ويختلف الأمر في فصل الشتاء الذي يصبح فيه الفل باهض الثمن وقد ارتبط الفل بثقافة المدينة حتى أصبح رمزا للجمال ووسيلة تعبير عن الحب من أيام الصلاطين الفل اللحقين ريحته ما شاء الله حلوة ومرغوب داخل عدن أكثر من أي فل من أحد ما يقول الفل مش مرغوب زي ما اللحقين فل من محافظة لحق المحافظة القمينة ونحن هنا في قولة الفل نشل الفل ونوزع هدايا على الناس الطيبين الذين لهم أمتياز خاص بالفل وأمتياز خاص بالنكهات الجميلة كمثل الفل والياسمين تتأثر زراعة الفل من وقت لآخر بسبب الحرب الدائرة إلا أن ذلك لا يغير مكانة الفل الذي أصبح جزء أصيل من الثقافة المحلية بعدن واليمن نور سوريب لتلفزيون مملكة البحرين عدن